الشربة هي الكروبيت ما في الكروبيت لانرغم لا نقدر الكروبيت بسم الله ها نتوم الشربة كيكا دي القمح ها دي القمح بدون سكر شوفوا الكيكا دي القمح فيها القمح وكاوكاو بدون سكر هنا بعاجين اوحدة خرجنا البريوش وخرجنا الصندويش ها نتوم البريوش حلقتا طبق الناضي يعني البريوش والصوميش السلام عليكم يا أحلى متتبعين كديري اللفت عليكم أش خباركم تمنى تكونوا بخير و ألف خير و بالصحة جيدة و يلقاكم هذا الفيديو بالصحة و الراحة و طول عمر و باش ما تمنيتو كيف ما شفتو بحجينة واحدة غير نخرجو المالح و الحلو و هات شربة ديال الخضرة بما داق الكروفت نبدو على بركة الله بسم الله و أول حاجة نفكركم باللايكات متون مقرتون يسيبوا فكرنا باللايكات أنا فكرتكم باللايكات اللي يخلي لكم صحيحتكم و يطور في عمركم و أعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم نبدأوا بهذا الروبو الروبو يمكن لنا نديروا فيه كيكا أنا اليوم أغنشارك معكم كيكا كتاخدوا هذك الموس ديال البلاسيك يعني ديال ميكا كنديروا ثلاثة البيضات و كنديروا جوج معالقة ديالعسل أو نصف كاز يلتمر هذك تمر سكري تمر المعسل يعني نغسلو ذك تمر و ننقوه و نديرو هنا أو ثلاثة المعالقة ديال العسل الحر أنا درت للعسل العادي نديرو صاشي دلفاني و هذك ثلاثة البيضات ما يكونوش باردين و نخدمو الخلاط ديالنا رادرنا صاشي دلفاني يمكن لكم تحكوا ليمونة أو حامضة لكم الاختيار و بعد ما طحنت هذا الشي مزيان سنزيدو كاز ديال الحليب ها هو زيت تودابة أو كاز ديال عاصير البرتوقال بعد ما خلط لبكونات مزيان سنزيد نصف كاز ديال الزيت هانتم و الناس اللي عندهم الزيتون هذك زيت زيتو الخفيفة يديروها حتعيك تجيزوينها ولكن انا ما عنديش زيت زيتو الخفيفة ادرت غير زيت العادية خديت هنا كاز ديال كاوكاو و حمرته و طهرمشته في الطحانة في الهاشوار و صافي درتو تم مياه قياس كاز عنباء و زيت الكاز اللو ديال القمح هذا القمح يعني الدقيق الكامل جوج كيسان خديت وجوج خمارات هذك القمح رهم غربل يعني انه خلال غليدة ما فيش في غير دقيق ديال القمح يمكن لكم ديرو الشوفان حتى هو تدو الطحنوه و ديروه حتى وكي جيزوين شوية القرفة و شوية سكينجبير جربوها و تفكروني غاديجي واحد المعداق رائع في هذ الكيكا ولا درنا جوج خمارات كلها خمارة فيها 8 جرام كنطحنوه هذك مزيان و صافي و نشدو اي مول متوفر عندنا ندهنو بالزيت و نرشوه بالقمح او السميدة او الدقيق الابيض اللي متوفر عندكم ديروه انا خديت غير 5 درام ديال القمح كفاتني و خليت منها يعني تقريبا 5 درام كيكونوا فيها 10 ربعات الكيسان ندخلوا الكيكا ديالتنا الفران هو بارد نشعله علىها غير ملتات حتى طيب ملتات و مشعله علىها من الفوق السلام بعد ما طييت كيكا مشيت لحانوه جبت الكمبيتير جبت الكمبيتير و لكن على ضبر على ضبره بره و العجاج و منبوش لكم حد الأجواء و المشكل حان سخون و خدين العجاج جبت الزريعة هنا 5 درام ديال الزريعة شو كدير على الزريعة سوف ندخلوا صاندويشة زوينين بعجين وحدا نخرجوها حلو و الملح العطرية الكروفير سوف ندخل الشربة معكم زوينين لكيجي بنسبه الكيكا دخلت الفران كان بارد شعلت عليها غير ملتات على عافية مهيلة حتى طابت تقريبا خدت ليها 35 دقيقة غير بنت لي طابت و نشعل عليها من الفوق تحمر هنا راسخونا و دلت لها شو كونفيتير يمكن لكم تأخذوا معلقة العسل الحر و تخفوها بجوج معلقة ديال الماء و تسقوها و يمكن لكم تسقوها بالقهوة والحليب أو الحليب لكم الاختيار كندوزو هنا نصوبو العجين السحرية كناخد كاز الحليب يكون دافي شوية و كنشد معلقة ديال الخل كنضيرها في هذا الكاز بشد الحليب يقول لي بحل ياغورس بحل الري سافي بغتوا تديروا معلقة ديال الحامض و كناخد ثلاثة الكسان ديال المادافي كنزيدوهم على هذا الحليب و كن في بلاسة الحليب تديروا ياغورس طبيعي نفس النتيجة اخديت ثلاثة الكسان ديال المادافي و زدت عليهم هنا يا معلقة كبيرة خميرة فورية و جوج معلقة ديال السكر كن تعاوضوهم بجوج معلقة ديال العسل أو معلقة وحدة ديال العسل كنحرك هاد الشي مزيان 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 و كنزيد عليها نسكة زيال السيت و كن عاوضو نخلطو هاد خاليت ديالنا و مباشرة كنزيدو عليه الدقيق الافيات تقريبا كيلو خدات ليا تقدر تاخد ليكم كيلو قل من كيلو أو كتر من كيلو انتو ما شدو عشرة الكيسان عبروهم و حطوهم حداكم و تزيدو بشوية بشوية اللي خاص هاد دقيق رات زيدوها بانت لكم خدات لكم كيلو سافي حبسو علي هاد دقيق كنزيدو هاد دقيق تدريجيا مشي تجيو تخووه على هاد خاليت لا غرب شوية بشوية باش تجيخو هاد عجينة مامتق هاش وتجيكم هويو وتنجح ليكم في البريووش وتنجح ليكم في الصندويش اللي غادي نسوب معاكم سافي انا اخديت كيلو دال دقيق خدات ليا تقريبا و شي نص كاس كيلو دال دقيق و نص كاس و هلتوا باكو تشوفوا بعيليكم انا الدقيق كان خوويا غرب شوية بشوية عليا وكنجماعها حاولوا بحل هذه العجائن ديروا بحل هذه الإناء يعني يكون مهزوذ ما يكونش مقعص حيث باش ما تتعدبوش انتو ما في الخدمة هاتش عالش صعبي هنا اخذت لي تقريبا كيلو دل دقيق وزدت عليه نص كاس هنا رجمعتها غادين دلك غير شوية بحالك كيما كتشوفوا في فيديو وغادين دهنب الزيت ونخلي الحجم ديالي يتضاعف يتضاعف تقريبا نصف ساعة أنا غنوريكم القوام ديالها هنا قدرت لي شوية ديال الزيت وهذه هي كي يقولون لها العجينة السحرية يعني لها بزار ديالستعمالات نخلي العجينة تخمر ونذوزو نصوبو الشربة كنناخد هاتشوار مدلوش ليه المص تاخدوا هات المص يعني المص لهاتشوار دياله مدلوش ليهاتك المص لكي يضحن تاخدوا غير هات المص هذا وغاد يركبوه تم مايا وناخدو تقريبا ثلاثة القرعات وثلاثة الخيزوات صافية يكون الحجم ديالهم مايا نحن نتحلو خيزو نقبا الشربة اللي نضيلم معها اول حاجة تشعلوها على الجور اهتكد الحركة تحيل انتورنا الشربة خصا نضيليها بحيل هاتك انا بغيتهم بحيل هاتك انا بغيتهم رقاق رقاق بدلوا المص انتورنا هاتي الشربة بالنسبة لهذا الفيديو تتمت الفيديو السابق يعني ذات لكم جزء الأول وجزء الثاني باش تعرفوا المزايا ديالهات الهاشوار انا نخلي لكم نمرة ديال موقع واضوكس عندهم اي حاجة بغيتوها مرتبطة بالكوزينة تلقاهها عندهم غادي نخلي لكم نمرة هنا في الفيديو وفي اول تعليق جميع التفاصيل ديالهات الهاشوار طحنت هذك ثلاث القرعات يكونوا مماين وغادي ناخد الكوكوت هنا ونضر معها شوية ديال السيت وصدر ديال الجاج تقريبا هنا ياشي 50 قرام خمسة درام ديال الجاج خديت شوية البصلة حتى هي طحنتها في الهاشوار تقريبا جوج بصلات مماين طحنتهم وضرت معهم شوية ديال السيت وشوية ديال السيد وغادي نخلي هذك البصيلات شحر لي مع الجاج ضروري انكم تخلو البصلة تشحر هي اللي كتخلي الصوبة او الشربة جيزوينة بعد ما تشحروا مزيان غادي ندير معالقة ديال تحميرة صغيرة تكون عامرة مزيان ومعالقة ديال البزار صغيرة تكون عامرة ولكن ماشي بزاف ومعالقة كبيرة ديال الكروفيت هذا او الشربة تشحروا في بلاسة دجاج وليس لا يحتاج عطريات الجاج وشعر السورة تشحروا في بلاسة دجاج لكم وختيار أو قطع الحوت اللي متوفر عندكم إنسان يمشي على قد المستطاع على قد جيب ودي دياله انا خديد كبيرة ديالد وثلاثة ديال خيزو مواجهن 3000 ثلاثة ديال غراعات حتى هما تشحروا هنا حتى تشحرتي يلبصت او المرة الولى عادة درت خيزوا والقرعة يتشحروا تقريبا واحد جوج دقيق ونخوع لهم المدافي او المبارد لكم الاختيار تقريبا جوج ليترو دي المدرت جوج ليترو دي الما درت فيها تشربة بعد ما طاب لي يا ذكي سزر دي الجيش كنحيدو وكنزيد هنا يا المقارونية او الشعرية دي السفة انا كنت بغيت ندير الشعرية دي السفة ولكن ممتوف راشت تقريبا تم يا شربعة المعالق دي الشعرية درنا وثلاثة المعالق كبار دي الدقيق الابيض معهم شوية دي الما خلطناهم وغاد ندوروا هاد الشربة ديالتنا بغاشوا تديروا النشاق في بلاس الدقيق الابيض يمكن ليكم بعد ما طاب لي هذكي الدقيق و هذكي المقارونية غاد نشد هذكي الجيش اللي طيبت غاد نقطعوا قطعة صغيرة ونديروا هنا يا فات شربة وغاد ندير قصبروا مع دنوس في الاخير ونسكت عليها نخليها حتى يوصل وقت ديالها وضروري ندوقوها اللي كانت خاصة شي حاجة نزيدوها هنا رزتها شوية دي الملحة وشوية دي البزار العجينة بعد ما تضعف الحجم ديالها غاد نحيد منها هذك الهواء وغاد نخدمها فر الخامة يعني أسهل ما يكون هاد العجينة وصندويشات كي جوبنان البريوش حتى وكي جيزوين هاي ممكن ليكم تديروا بها البطبط ممكن ليكم تديروا بها كرواسة هاد العجينة وجاني واحد تعليق سيموصوا بمعنا الطون بغيت نصوب معكم الطون ولكن دابا الحوت ما كينش ما كينش كابايلة ما كينش السردين ما كين لاحوت لوالو حيط البحر مخربق انتو مارك نشوفوا بعينكم ما بغيش نجيب اذك الحوت القديم ونصوبوا معاكم من الأحسن حتى يدخل الحوت الجديد ونشارك معاكم الطون وغاد نشارك معاكم حلقة خاصة ديال مايونيز الكيتشوب ان شاء الله كل شي غاد نشاركوا معاكم معليكم إلا بتشجيع مع عندكم وباللايكات وبالتاج اراهو اللينا عائلة وكنشوفكم عائلتي وكنديم وكندبرا كننظر معاكم بحليقة سيدي حدايا نكبلوا الفيديو هدا خديت هاد العجينة قصبتها لجوج خديت هاد الغلاقة ديال بوحد البواطة ديال اينوكس وكنشكل هاد صندويشات مايكونوش رقاق ومايكونوش غلاط السونك ديالهم حل كيف ما كتوفوا في الفيديو هانتوما هاد العجينة غادي نجمعها ونخليها ترتاح غير جوج دقيق وحتى نشكلها بحال كيف ما شكلت هادو هاد بنسبة لهات الصندويشات اراهم زوين اني قادروا ادوهم معاهم من دراسة الوليدات قادروا ادوهم معاكم الخدمة وكيجي شكل ليالهم غاير يشافوا عندكم يقول لكم الصندويشات واش بصيبينهم ثم بصيبينهم بيحويش بساط في الضر كندهنهم بالزيت ضروري دهنهم غير بالزيت العادية اللي كان عندكم زيت زيتون يمكن لكم دهنهم بالزيت زيتون كنحاول انني نطويهم حال هك رعبين في الفيديو بلا عمل هضار رعبين كل شي وكنديرهم في الشلاطة وكنخليهم يخمروا ندوز ونصبوا الفريوش هذا الفريوش اللي غنصب معاكم دابا كناخد القريسات كنقرار نقطعهم على هات الشكل وكنشكلهم وكنحطهم انا غنوريكم كيفاش غادينشكلوهم ما يكونوا صغار ما كبر بالنسبة لحجم كتتحكموا فيه انتوما يمكن لكم تصغروهم تكبروهم ديروهم موايان انا درتهم موايان كيفاش كنشكلوهم ونخليهم يرتاحوا جوج دقيق باش فينوغون نقاددهم بيجوناش عوجين كنحاول انني نساعد بالتاقيق الابير وكنديرهم حال هاك على الشكل الباقر وغادي نقرسهم شوية طروري اننا نقرسوهم باش يجونا مفشفشين ويجونا ما متقصينش ميجوناش متقصين صابيك نشكلوهم كاملين وغادي نوريكم كيفاش غادي ندهنوهم كناخدوا بيضة ندرو معا شوية الخل انا درت غير شوية الخل مع ذيك البيضة كاملة دهن الخبز زير صندويش وغادي نزيد عليه صاشي دالفاني باش ندهن البريوش باش يجي لمادق ديهم مزوين اما الصندويش دهننا غير بذيك البيضة وشوية الخل هنا كناخد هذا المص بحال هكا شو وكنتوك هادوك البريوش غير من الفوق ما تخلوه متقومش مزيان حتى تخرج لكم الكمفيتير حتى غنعمروا بالكمفيتير شديت هذيك البيض اللي شاطلية ودهنت هاد البريوش باش يجي لمادق ديهم فيهم فاني وبحال يمعجونيين في فاني وبعد ما دهنتهم غنعود نتوكهم مازال باش نلقافي نعمرهم طريقة بينها غادر ناخد انا الكمفيتير شريته وريتكم من شريته شريت هذه القرعة الخيصة مالفك نشر القرعة الكبيرة ديرها 13 درهم ما لقيتاش خديت هذه القرعة الصغيرة دي الحلوية الكمفيتير دي الحلويات يمكن لكم تديروا الكريمة الكمفيتير الفريز الشوكولات بحلوك هذك شوكولات تدير بعض الريال تشدوا تديروا وحدة ميا اللي متوفر عندكم ديما كنقول لكم هذك الشي اللي عندكم ديرو ما تكلفوش على راسكم ماشي خاتكم ضروري تديروا الكمفيتير ماشي ضروري تديروا اي حاجة متوفر عندكم كناخد هاد الزرعة خديت خمسة درهم تبارك الله اعطاني في هالعطار تديروا غير زنجلين تديروا الحبة السوداء اللي متوفر عندكم بالنسبة لهات الصندويشات شاركتو معاكم في رمضان اللي فات يعني ديبا كنشاركوهم وكنديروهم في الفطر شكيل اليال امه هادا الفريوش امه هادو نخلوهم يخمرو 15 دقيق حقا نسخنوا الفران يكون سخون زيان شعلو في دخل الفريوش نخلوهم غير طيب وغير ملتحت حتى يبانونا شدوا فراسهم عاد يمكن لنا شعلو عليهم ملفوق على عافية متوسطة غاد المجهدة باش يجونا مفشفشين ولكن عندكم يتحرقوا ليكم شدوا فراسهم شعلو عليهم ملفوق كناخد هنا شوية ديالتومة تقريبا ثلاثة الفصوص ديالتومة وجوج باصلات وشوية ديالسيت وشوية ديالملحة كنحرقهم حتيها بطولية عاد يمكن لي نزيد عليهم الدجاج هنا 15 درهم ديالتجاج 5 درهم درتها في الشربة و 15 درهم اللي بقاتلية درتها في هاد العمارة ديالصندويشات بغاتوا تديرو الكفتة يمكن ليكم بغاتوا تديرو الطون يعني حشوة باردة دابالحال برد ضروري نديرو شو حشوة سخونة بعد ما طعب ليه الدجاج كنزيد شوية ديال البزار تقريبا نصف معلقة صغيرة ديال البزار ومعلقة صغيرة تكون عامرة ديالتحميرا وقصبرو مع الدنوس وكنخلط هاد الحشوة ديالنا هاد هي العطريلة غنزيدو عليها غادي نزيدو مكوين هاد الفرماج يصوت معاكم غادي ناخد منو ثلاثة المعالقات خودوا انتمو ثلاثة القيطة ديالفرماج او خودوا جوج معالق ديالياغور طبيعي او تخودوا شوية موزاريلا اللي متوفر عندكم في الدار الكريمة اللي بغيتو ولي ما عندوش الفرماج يمكن يحتفض بهدك الدجاج بالاوال ويخليه بحال هكا صارت الخبيزات ديونا طيبناهم كنت تحنفروا العالي ايو حكا عب اشتبوا معي شوف الخبيزات كيف يجيو شوف الخبيزات كيف يجيو ها كيف يجيو الخبيزات رائعين وهذا البريوش او احتوجة اذا تكون فيه سلم الوسع لقب اللون الدهبي وصار اذا نضعوا صوص هنا اي صوص مايونيز ديمتو فعشور باقين سخن خصوش يكونوا سخن باش يتحلوا نضعوا الصوص وغاد نضعوا من هنا هال الحشوة سوف نضعوا الخص الذي متوفر عندكم هنتم مكعمرواش بزير قد هكا نضعوا كامل غاستفهم وانا استعملت غير هالصوص صوص اجريان غير طاكوس يمكن لكم تستعملوا مايونيز كيتشوب اللي متوفر عندكم بسم الله انتم الشربة ماداق الكروفة هذه الغذيوة ديالتنا نتمنى انكم تجربوها كجيزوينة هات الصندويشة تعطوهم الولدات يدوهم مع مدراسة تديروهم لكم انتم الخدمة يمكن لكم تديروهم الغذاء تعمروهم بأي حشو متوفرة عندكم اما الشربة ستسخونة وزوينة خصوصا نديروها فضل فترة كي بدا يبرد الحال وخاصة شي حاجة نعطوها لولدات تكون مفيدة وتصخنهم ماذا نقول لكم وراكم عزيز بزاف وبرحبا بكم والف برحبا سوف هادوم الأطباق ديالنا نتمنى انكم تجربوهم اراهم كجيزوينة اجدوا تشوفوا معي الصندويش الذي كلكم عليه شوفوا الصندويش جيالنا بعاجينة واحدة خرجنا البريوش وخرجنا الصندويش شوفوا الصندويش هانتوما البريوش بحل القطن والصندويشات انا غنحل معاكم صندويش دابة شوفوا الصندويش كدير اخيصا ديال بعاجينة واحدة خرجنا جوس هذا وهذا شوفوا الصندويش شوفوا حاجة زوينة وكمية وافيرة هاد الكمية غرب عجنا واحدة كيكا ديالقمح هاد القمح بدون سكر شوفوا الكيكا ديالقمح وكاوكاو فيها القمح وكاوكاو بدون سكر شوفوا كدير كل شيء رائعة بزاف هشيشة بنسبة هاد الكيكا ضروري نسقوها بشوية العسال او شوية كونفيتير او الحليب باش تجينا على طباق وزوينة اسماعيل بسم الله ، هاد يشوفوا بها يختار شوفوا اسماعيل شوفوا اسماعيل شوفوا اسماعيل شوفوا اشد طباق النادي يعني البريروش والصندوش هماليهم لعهم ديش دهوم اسماعيل انا اخذك انتو مراجب زليداتش وشد ميبي تشبادي تشاكل ماذا تشاهد؟ هاي يا جبيبي واللول وخباك يبغيش يكون هاد الماكلة؟ لا غانع تالي لها عندي هالين في الطبيسين لهم هاي شوفوا معي الشربة رازوين عن نسبة زلفت سحت نزيدهم عمتن فوق هذي هولا غايدوق لنا الشربة هاد الشربة بغيتكم تجربوها على دامانتي كيباك يقولو غاديج عجبكم بزاف وخفيفة واذا هكذا؟ هاد راكي جي رائحة شو كيفرش كيجي بحل قطن؟ شو؟ شو كيفاش كيكون؟ رائعة لبرايوش هلا هاد انت غداو وانتوا معانا صادقا تلغطا ان شاء الله حولي اللوح لكم فيديو فات كيش هتكشر زوينا وسخونا دين البرد واتكم تجربوها وتفرحوا وليداتكم وتفرحوا عائلة دياتكم ومرحبا بكم فاتل الما مرحبا والك مرحبا السلام عليكم